اخوة الكرام حسن الظن بالله يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به أيها الإخوة الأحباب الله جل جلاله هو الذات الكاملة في هذا الكون حقيقة واحدة يا الله كل السعادة والأنس والتوفيق أن تعرف وكل الشقاء والهلاك والمعيش الضنك أن تغفل عنه فالإنسان حينما يذكر الله يذكر الحقيقة الوحيدة في الكون لذلك ما ظنك بالله في بعض الآيات الكريمة يقول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق وفي آية ثانية الظنين بالله ظن السوء الحقيقة إذا عرفت الله تظن به الظن الحسن فالظن الحسن علامة معرفة الله وظن السيء علامة الجهل به ولا أن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم هذا الذي ينفر الناس من الذات الإلهية يبث عقيدة الجبر أن الله خلقه كافراً كتب عليه الكفر قبل أن يخلق سيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين هذا لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم لذلك حسن الظن بالله ثمن الجنة حسن الظن بالله ثمن الجنة وهو حقيقة في علاقاتنا الاجتماعية قد تحسن الظن بإنسان ويكون على خلاف ذلك أما فيما يتعلق بالذات الإلهية فحسن الظن بالله هو الحقيقة أن تثق أن الله لا يتخلى عنك ولا يتخلى عن المؤمنين ولا يضيعهم ولا يضيع عملهم من حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف وألف مستحيل أن تطيعه وتذل أو أن تعصيه وتعز أو أن تدع شيئاً لله لا بد من أن تعوض عليه أضعاف مضاعفة لذلك الله عز وجل سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت أنا عند ظن عبدي به ظن به كما شئت وكلما عرفته أحسنت الظن به ووفقت به وتوكلت عليه وصدقت تطمينه قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا إن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني أنا معه إذا ذكرني ما معنى معه؟ هنا هذه المعية معي خاصة في القرآن الكريم معية عامة ومعي خاصة معي العامة هو معكم أينما كنتم بعلمه مع الكافر والمرحد والطاغي والمؤمن والنبي ليست واردة هنا أما هنا المعية الخاصة أنا معكم بالحفظ والتوفيق وبالتأيدي والنصر إذا كان الله معك خدمك عدوك مقوراً وإذا كان الله عليك ليس معك تطاول عليك أقرب الناس إليك الله جل جلاله على علوه وعظمته يتجاوب مع أي حركة تجاه إن صح التعبير رد فعل الله عز وجل لمجرد أن تخطب وده في شيء ما في صدقة في ركعتين في الصلوات في كلمة طيبة في تسبيح تعظيم أي تقرب إليه ترى أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبك السكينة والسعادة والطمأنينة ويسر لك الأمر أنا عند ظني عبدي به كيف تظن الله عز وجل؟